اشتركوا في القناة في تاريخ الدولة الاوكرانية لكن هذا الحدث سبقته سنوات من الاعداد والتحضير والنضال السياسي عن ابرز اللحظات الحاسمة في مسيرة اوكرانيا التاريخية نحو الاستقلال في التقرير التالي على درب الحرية ضح الشعب الاوكراني من اجل نيل الاستقلال الحراك بدأ مع الكتاب والفنانين الاوكرانيين في العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي فضلا عن المعارضين في السبعينيات كلهم ناضلوا في خندق واحد ضد النظام السوفيتي وازدادت حركة الاستقلال زخما في عام 1985 اثر حقبة البروسترويكا وبعدها عقب كارثة تشيرنوبل النووية اثرت حادثة تشيرنوبل في المجتمعين الاوكراني والبيلاروسي وعلينا ان نذكر حقيقة تاريخية اخرى وهي عودة السجناء السياسيين من معسكرات الاعتقال الذين اصبحوا فيما بعد عمالا لحركات التحرر والاستقلال في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بسبب الصخط العام بعد اول انتخابات بديلة في عام 1989 احتلت ديمقراطيون ما يقرب من ثلث مقاعد البرلمان الاوكراني وبعد عام اي في يوليو 1990 تبنى البرلمان الاوكراني وثيقة اعلان سيادة اوكرانيا التي كان لها الاثر الاكبر في تعزيز التوجهات نحو الاستقلال وتم اقناع الاغلبية الشيوعية داخل البرلمان بالتصويت بنعم بسبب انقسامهم الداخلي وضعنا امام النواب الشيوعيين العديد من المطالب وقلنا لهم اعلان سيادة اوكرانيا هو اعلان مصيري توجه بعدها اكثر من خمسين نائما الى موسكو لبحث قضايا اتفاقية الاتحاد وامور اخرى لكن كان الجميع هنا يدركون تماما ان مصالح ومستقبل اوكرانيا يجري تحديدها في قاعة البرلمان وليس في موسكو نظمت الحركة الطلابية الاوكرانية اعتصاما اعلنت خلاله الاضراب عن الطعام في الثاني من اكتوبر 1991 توجه اكثر من مئة طالب من كييف والفيف الى الميدان وسط كييف والتي كانت تسمى انذاك ساحة ثورة اكتوبر معلنين اضرابا عن الطعام استمر 16 يوما تحول فيما بعد الى حركة احتجاجات شعبية ضخمة دفعت لاستقالة رئيس مجلس الوزراء في اوكرانيا الاشتراكية السوفيتية فيتالي ماسولة الحدث الاخير الذي دفع اوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي هو الحركة الانقلابية في موسكو في التاسع عشر من اغسطس 1991 والتي قامت بها مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد السوفيتي تم احتجاز الرئيس ميخايل جورباتشوف واعطيت اوامر للقوات بدخول موسكو ركبت الطائرة اتذكر دفعت 28 روبل لرحلة من الفيب الى موسكو بعد ساعتين وصلت الى موسكو وعند خروج من مطار ابنوكبة رأيت ارتال الدبابات وقوافل الجنود مجتمعة في محيط موسكو وعند وصولي للمدينة كان كل شيء يعمل بشكل طبيعي الحافلات والقطارات والمركبات كل شيء وصلت الى البيت الابيض ولم يعتر الطريق احد في الثاني والعشرين من اغسطس اصبح من الواضح ان الانقلاب قد فشل وتم حضر انشطة الحزب الشيوعي السوفيتي بعد يومين في الرابع والعشرين من اغسطس وخلال جلسة اثثنائية دعا اليها البرلمان الاوكراني تم التوقيع على وثيقة اعلان الاستقلال معلنة بداية تاريخ جديد لاوكرانيا الحرة بمناسبة يوم الاستقلال اقيم اليوم في وسط العاصمة كيب العرض العسكري المركزي بمشاركة قطاعات من مختلف القوات والمعدات العسكرية الاوكرانية حضر الحفل العديد من رؤساء وممثلي الدول الصديقة والشركة الاوكرانيا الى جانب المسؤولين الاوكرانيين والضيوف وعدد كبير من المواطنين وفي كلمته الافتتاحية للعرض العسكري قال الرئيس الاوكراني ولديمير زيلنسكي ان كل مواطن في شبه جزيرة القرم والدنباس مهم للغاية بالنسبة للبلاد واكدا ان الجميع ينتمون لعائلة واحدة نحن نقاتل من اجل شعبنا هناك من الممكن احتلال الاراضي مؤقتا لكن من المستحيل كبح مشاعر وحب الناس لاوكرانيا يمكن اجبار المواطنين تحت سلطة الاحتلال على التجنيس لكن هذا لا يعني ان قلوبهم ليست مع اوكرانيا وكون البعض في دنباس والقرم يخشى ان يعلن انتمائه لاوكرانيا فهذا لا يعني انهم لا يحبون وطنهم بل سيعودون الى الوطن لاننا عائلة واحدة كما قال الرئيس ان اوكرانيا لديها تاريخ يبتد لالاف السنين اشدد على ان اوكرانيا تمثل عائلة فتية من سلالة كيفروس الشهيرة تاريخنا ودولتنا فريدان من نوعهما دستورنا الحالي عمره خمسة وعشرون عاما لكن الدستور الاوكراني اقدم من ذلك حيث صاغى فيليب اورلك النسخة الاولى منه وعمرها ثلاثمائة واحد عشر عاما وقد عادت الى اوكرانيا مؤخرا ويمكن للجميع مشاهدتها في كاتدرائية القديسة الصوفيا التي بنيت منذ اكثر من الف عام عمر الهريفنا هو ربع قرن وهي تصور الامير فلاديمير لكن الهريفنا معروفة لدينا منذ اكثر من الف عام كانت موجودة في عهد الامير فلاديمير الرمح الثلاثي رمز الدولة اعتمد منذ خمسة وعشرين عاما لكنه ايضا كان محفورا على جدار كنيسة دي سيتينا منذ عام الف وخمسة وعشرين كما وقع الرئيس زيلنسكي بهذه المناسبة مرسوما جديدا يقضي باعتبار يوم الثامن والعشرين من يوليو يوم اجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بيوم معمودية كيفروس الاوكرانية قال الرئيس ايضا ان السلطات الاوكرانية بدأت العمل ضمن برنامج اعادة رفاة المواطنين الاوكرانيين الرواد الى وطنهم الذين عاشوا وقاتلوا من اجله ودفنوا في اراضي اجنبية في بداية احتفالنا بعيد الاستقلال لا بد لنا من الاشارة الى ان تاريخ كيف كتب في التاريخ منذ ان اصبحت عاصمة كيفروس الاوكرانية ولهذا السبب توصف بانها المدينة التي بدأ منها كل شيء بدأت الارثوذكسية من هنا نشأت هنا اللغة السلافية القديمة وخليفتها الشرعية هي اللغة الاوكرانية الحديثة وهنا بدأت دولتنا سنحتفل بميلاد دولتنا في يوم معمودية كيفروس الاوكرانية ولهذه الغاية وقعت اليوم المرسومة بصلة شاركة في العرض العسكري ممثلوا الدول الشركة من بينها مجموعة التدريب المشتركة متعددة الجنسيات وممثلوا لتوانيا وبولندا ولاتفيا وجمهورية تشيك وفنلندا واسلوباكيا واللواء الاوكراني البولندي اللتواني موسيقى 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 وشاركت بالعرض أيضا العربات المصفحة وناقلات الجند المدرعة إلى جانب مختلف المنظومات الساروخية والمدفعية ومنظومات الرادارات الحديثة والدبابات موسيقى اشتركوا في القناة كما شاركت في العرض ايضا الطائرات الحربية والمروحيات التي حلقت فوق وسط المدينة الى جانب طائرة مريا 225 التي حيت المواطنين على طريقتها الخاصة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة